الهاشتاج الثانية اللي برضو عليها تفاعل كبير جداً بطبيعة الحال هو المحتوى الرياضي سواء ما له علاقة بجمهور الأهلي اللي متفاعل بقوة على هاشتاج أهلي المنديال جاهز للريال استعداداً لمباراة الغد وغيرها من الهاشتاج اللي علاقة أيضاً بكاس العالم الأندية والنادي الأهلي وغيرها من الهاشتاج اللي في نفس الإطار موجودة على تويتر بشكل كبير جداً والناس كلها بتتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة وغداً بإذن الله مباراة مهمة جداً جداً ويا بختوك هتعرفوا تفرجوا عليها وأنا هكون مع حضراتكم هنا إن شاء الله سنعمل زي الماضي اللي فات هنتابعوا مع حضراتكم المباراة فما تبعدوش عن مساء دي أمسي تفرجوا علينا نلوكوا الأخبار ونلوكوا كمان أخبار المباراة ومجرارات لكن كمان على ذكر كاس العالم الأندية في مباراة مهمة جداً جداً قد تكون انطلقت الآن بالفعل وهي مباراة نادي الهلال السعودي مع فلمانجو البروزيلي مباراة أيضاً مهمة جداً في نصف نهاية كاس العالم والمفترض إنها تكون انطلقت دلوقتي بجد والله طيب دي مش بس انطلقت كمان ده نادي الهلال جابجون واحد صفر النادي الهلال السعودي نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله في فرصة يعني ممهدة ليهم إنه إن شاء الله ربنا يكرمهم ويقدر يوصلوا إلى المباراة النهائية في كاس العالم للأندية ويا سلام بقى لو المباراة النهائية بقت عربية بقى لأهل المصري ودام الهلال السعودي يبقى كرنفال عظيم كرنفال عربي عظيم يا رب يكتب التوفيق للناديين ويلتقوا في المباراة النهائية ترجمة نانسي قنقر